طبعا وسط سخونة الأحداث في الدورة هتقام الجولة التالتة من بطول الدورة أبطال أفريقيا بكرة إن شاء الله الزمالك هيواجه زيسكو الزنبي ساعة ثلاثة وساعة تسعة يستضيف النادي الأهلي بلاتينيوم بطل زنبابو مبراطين من العيار الثقيل الفرقين أكيد محتاجين يكسبوا لو بدأت الكلام عن نادي الزمالك اللي بيعيش فترة خلينا نتفق مع بعض إنها فترة صعبة خلال الفترة الأخيرة مش بس لأن النتائج مش مستقرة ولكن لأن الأوضاع داخل الفريق بتأكد إن في مشاكل موجودة في الفريق في مشاكل مع اللعيبة في مشاكل أيا كانت إيه هي الزمالك هياخد تدريبه الأخير النهاردة الساعة 5 بتوقيت مصر استعدادا لمبارات بكرة إن شاء الله أمام زيسكو الزنبي الزمالك بيحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط جمعهم من مباراتين بعد الخسارة من مزيمبي الكنغولي في الجولة الأولى وهالفوز على أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية بينما بيحتل فريق زيسكو يونيتد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بيتساوي بيها مع أول أغسطس اللي هيواجه النهاردة الساعة 6 مزيمبي متصدر المجموعة بست نقاط أكيد الكل بيأمل في تحقيق نتيجة إجابية بالذات في البطولة الغالية وهي بطولة دوري أبطال إفرقيا ناس كتير بتتكلم عن التشكيل وهل باترس كارترون هياخد مبارات بكرة بنفس تشكيل مبارات الانتاج الحربي أو هيحصل تغييرات لكن أنا من وجهة نظري أن الزمالك محتاج يكسب بأي شكل من الأشكال بعيدا عن التشكيل أو بعيدا عن الأداء بعد الأزمات اللي حصلت الفترة اللي فاتت أي إخفاق هيكون لي عواقب مش حلوة رغم أن الكرة مكسب وخسارة لكن نادي الزمالك بيمر بفترة فاصلة من وجهة نظري أما يحصل فوآن ويبقى اللي حصل المتشطة الأخيرة كاب وعادية يهم بقى يستمر الفريق في نفأ الأزمات والصدمات والاتهامات اللي موجودة من قبل جماهير نادي الزمالك لا أعتقد عندها حق أنها تكون زعلانة ومستائة من اللي بيحدث داخل الفريق ولأنه متعود دايما معاكم على الصراحة وما فيش عندنا خطوط حمراء لازم أعلق على الحملات اللي شغالها على السوشل ميديا خلال اليومين اللي فاتوا فريق معه وفريق ضد حد شو أخد باله أن الكلام ده على نادي الزمالك نادي كبير نادي عنده جماهير كبيرة جدا اللعيب قوي أنه يمشي بالهاشتاجز اللي موجودة على تويتر أو موجودة على السوشل ميديا أيا كانت إحنا في النهاية مش مع حد ولا ضد حد لكن المصلحة العامة بتفرد علينا أن نتكلم ونفتح ملفات البعض شايف أنه ما ينفعش نتكلم فيها لكن الزمالك فريق عنده جمهور وافكة عنده جمهور كبير من حقه أنه يعرف إيه اللي بيحصل لفريقه المليء بالنجوم والصفقات اللي اتدفعت الفلوس فيها كتير قوي من قبل مجلس الإدارة أعتقدش أن مجلس الإدارة بخل على فريق نادي الزمالك بقى صفقة لما تيجد عمل 11 صفقة في المركات الصيفية فأنت دعمت كل المراكس الموجودة فيه أو ظروف بتحصل ولكن في النهاية أنت عندك لعبة كتير لعبة أسامي فأنت من حقه جمهور نادي الزمالك أنه هو يتساءل إيه اللي بيحصل داخل الفريق إيه اللي بيحصل بسبب النتاج السلبية اللي موجودة داخل نادي الزمالك لأنه عنده لعبة شايف إنه من أحسن اللعبة اللي موجودة في الدور المصري فحقه نادي الزمالك الفريق اللي كان متصدر الدوري السنة اللي فاتت لفترة طويلة حق بطولة السوبر السعودي كاس مصر والكونفدرالية دلوقتي أصبح في مواقف صعب السؤال هنا إيه اللي حصل مجلس الإدارة زي ما هو بروس ميشي جي مكانه كابتن طريق يحيى بعكاها ميتشو بعكاها بيش ميتشو جي باترس كارتينو مفيش جديد يعني المشكلة في النهاية لو تكلمنا بصراحة مش في المدير الفني مش في مجلس الإدارة لأن الأسماء اللي قلتها كلها عندها إمكانيات فنية كبيرة قادرة أنها تحقق نتائج إجابية وقادرة أنها تطلع بأي فريق يبقى الضلع التالت اللي فاضل في المسلس هو اللاعبين اللي أنا شايف أنه هم كان لهم الدور الأكبر في الانتصارات كمان في الإخفاقات لما أنت تيجي تقول تطلع تشيد بلعيب أو تشيد بفريق في النهاية برضو لازم تطلع لما يكون فيه إخفاق تطلع تتكلم عنه ومش تتكلم عن الإجابيات وتسيب السلبيات كلامي واضح وصريح الدوري لسه في الأسبوع العاشر والشواهد كلها بتقول أن الزمالك بعيد كل البعد عن المنافسة الموسم ده عشان كده لازم اللاعبها تركز في بطول الدوري الأبطال سواء حضرتك مرتاح سواء حضرتك متضايق عشان فلوسك متأخرة حاول في النهاية تفكر في الجماهير اللي هي أصلا خلاص مبقاش عندها بقى تاني هتعمل إيه تاني الجمهور الرجل اللي عاب يتفرج عليك في التلفزيون أو اللي جايلك في الأستاذ أو آن كان يعني الرجل اللي يزيم grand ده هو عايز يشوف فريق وأحسن فريق ومن حقه؟ ده حق مشروع للجماهير نادي الزمالك جمالي جماهير نادي اللقالية أي جماهير بتشجع فريق هو حق مشروع ليه أن عايز يشوف فريق أحسن فريق فأنت في النهاية لازم تعرف أن إنت بتلعب باسم النادي كبير لازم تعرف أن إنت وراء الجمهور كبير جدا هو اللي شايلك وهو اللي عملك وهو اللي صنعك نجمس سواء داخل أي نادي زمالك مش نادي درجة تانية عشان كل يوم الواحد يجي يفتح مساهم موقع ليشوفت سوشيال ميديا يقرأ خبر يكون الخبر الاول فيه هو فرجاني ساسي بيطلب الرحيل طرق حامد بيقول انا لو عادي ما تعدلش همشي والله جماعة عيب ومش دول بس لكن انا حددت الاتنين دول بالذات لأسباب كتيرة جدا اولها ان الاتنين هم رمانة الميزان في الفريق ونص الملعب في اي فريق لو مش مظبوط لا هيعرف يدافع ولا هيعرف يهاجم فرجاني ساسي طرق حامد اتنين من اللعيبة الكبار داخل نادي الزمالك يعني لو خلونا كده لو بدأنا الكلام عن فرجاني ساسي محدش يختلف على امكانياته الكبيرة لكن انا من وجهة نظري ان فرجاني استفاد من الزمالك اكتر ما استفاد الزمالك منه ازاي هقول لحضراتكم ازاي فرجاني مش بيلعب في الزمالك ببلاش بالعكس عاده كبير جدا غير الفلوس عمل شعبية كبيرة عند جماهير نادي الزمالك اللي شجعت منتخب تونس في بطولة الامم الافريقية الاخيرة عشان خطر فرجاني ساسي وده مكسب كبير اعتقد ممكن ما يحسش بيه دلوقتي الحاجة التانية ان ساسي من وقت ما تصاب الموسم اللي فات وهو مش قادر يرجع مرة تانية مش قادر يستعيد مستويا رغم كده الجماهير كانت بتخلق له الاعذار مرة قاله توظيفه في الملعب مرة يتقلل مشاكل في الفريق مقصرة على فرجاني ساسي ورغم ده كله الراجل مش عاجبه وكل يوم تسريبات انه ماشي مش عاجبه الوضع اهل جده بعايزه عشان كريستان جروس كلمه كلام انا شايفه انه مش الرد على حب واحترام جماهير للاعب في فريقها عشان كده اه بقول من وجهة نظري ان لو فعلا في عرض بجد جاي الفرجاني ساسي مجلس ادارة زمالك يدرسه لو المقابل المادي كويس يمشي ما في عاش مشكلة ما اعتقدش الفريق يستفيد بقى من فلوسه وبتتحلق ازمة المستحقات خصوصا الاضافة الفنية اللي بيقدمها فرجاني دلوقتي مع نادي الزمالك قلت بشكل كبير جدا ومش بقول لي يعني كلام من وحي خيالي لا كلام موجود في الملعب واكيد الناس بتتفرجوا متابعة كل مطشوط نادي زمالك مؤخرا لا فرجاني ساسي بعيد كل البعد عن مستوى اللي كان بيقدم به اللي كنا بنطلع نشيد ونتكلم عن فرجاني ساسي واحد من احسن اللعبة المحترفة داخل الدوري المصري ولكن في النهاية فرجاني فيه في دماغه حاجات تانية كتيرة جدا ممكن يكون عايز يمشي ممكن يكون مش عاجبه حاجة ممكن يكون عنده مشاكل كتيرة جدا الله أعلم محدش عارف ولكن في النهاية انت بتلعب برضو في نادي كبير المفروض تأدي لحد حتى ما تكون لو هتمشي خلاص تمام يعني أكيد الباب مفتوح ولكن في النهاية لازم تأدي لحد ما انت يتكمل في الفريق يا اما ترحل عن الفريق نفس الكلام لطرق حامد اللي جمهير الزمالك بتعتبره واحد من نجوم الفريق واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك وبقى رمز للجيل اللي موجود اللي طالع داخل نادي الزمالك وعلى مدار أكتر من موسم عمرنا ما شفنا اسم طرق حامد مرتبط بأزمات لعيب راجل مركز في الملعب بيقاتل مع الفريق بيقاتل مع منتخم مصر حقه ان هو ياخد كل مستحقاته لكن عتبنا على طرق حامد عدم تقدير الحب الجمهير ورسلت الطرق واضحة اسماعيل يوسف تامر عبد الحميد كان نجوم في وسط الملعب واعتزلوا واللي بقى دلوقتي ذكرياتهم مع الجماهير وحبهم للفريق كمان مشهد باسم مرسي في مباراة الانتاج الحربي والزمالك كان واضح للجميع اعتقد واحد كان من نجوم الفريق دخل في نفق المشاكل والأزمات مشي مع تصرحاته وكلام بيتقال على السوشال ميديا دلوقتي الكلام كله اللي طالع من باسم مرسي في تصرحاته وانه هو نفسه يرجع الزمالك تاني يلعب للناس الزمالك حتى لو من غير فلوس اعتقد اللي بيحدث داخل نادي الزمالك محتاج وقفة من اللعيب لانه هو في النهاية انتوا اللي موجودين في الملعب انتوا اللي عليكم مسؤولية كبيرة انتوا اللي لازم تصالحوا جماهيركم عندك بطولة كبيرة دوري أبطال أفريقيا فمحتاج انك تصالح الجماهير محتاج جماهير الزمالك دي محتاجة منك الكثير والكثير في الفترة اللي جاية طولت في كلامي لكن الزمالك يستحق ان احنا نتكلم نادي كبير نادي حلم زمورة وحمد أمام وابراهيم يوسف انجوم كتير للنادي الزمالك